اليوم انا مواطن انا اطلع وياتك لا تعتبره سرمت البيعاتي قلليلي جبنا مواطن من الشارع ودنح تشاب البرنامج زين انا اقول لشي انا مرعوب انا خايف انا وغيري وغيري ومئات وعائلتش وعائلتي كلهم مرعوبين من هذه الاعمال متخوف سي سرمت بالتحديد حددتلي من الاقتتال الشعبي انه ممكن تصير حرب شوارع في قادم الايام هذا انفلات امني وواضح هذا اللي صار بالاصلاح وهسا اكو بمنطقة اخرى اكو ايضا مشاجرة وغيرها ترى حادثة صارت في سوق امريدي اثبتت الاقتتال الشعبي ذاك سوق امريدي زين انا اذا عندي طفل طالع بالشارع وانضرب طلقة وانقتل انا مين اخذ حقه ليس من المعقول هسا اليوم احنا اتناقش انا وياك يعني احنا ببيتنا تخلين بي كي سي اكثر شي ممكن ان نخليه هو اسلاح مسدس من اجل انه ليكون انه سارق او اي طرف اخر او شخص يريد يتحدى على البيت ومرخص دافع بي عن نفسك وهذا الحقيقة هذا العندي والعطغير من الناس اللي تحترم الدولة والقانون سلاح مرخص وما احمله يعني فقط ادافع بي عن بيتي عن حدود بيتي فقط اما من اجيب شلقة تعرفين شنو الشلقة تعرفين شنو الوحادية تعرفينش قد مداها تعرفين الطلقة مالتها قاتلة تماما يعني ماذا مجال انت تنجرح بطلقة الوحادية لان حجمها طويل زين وارباطعش ونص مليم يعني البندقية سبعة واثنين وستين مليم هي ارباطعش ونص مليم اين صلح هذا السلاح؟ خيلي الكارثة منشئ هذا السلاح؟ هذه اسلحة مناشئة مختلفة قسم تجي عن طريق التهريب قسم من الجيش السابق قسم سرقة من المعسكرات اللي كانت من قوات التحالف الدولي قسم سرقة من مخازن جيش أنواع يعني انت سألتين من الاسلحة السلاح الثقيل ما حتى تهريبة يعني شلون انا استورد اذا من ايران او من تركيا او من الكويت استورد سلاح ثقيل هذه كارثة اذا عابر بالحدود هذه كارثة اكبر يعني الموضوع كله عبارة عن خرق امني فاضح وواضح طيب اليوم اليوم انا يجي يناقشني سواء عن الاخوة في وزارة الداخلية او السيد وزير الداخلية او الاستخبارات انا اول كلام اقول له اخي انتو تعلمون بهذا السلاح تعلمون هذا السلاح موجود اذا كنتم تعلمون فتلك كارثة وان كنتم لا تعلمون فالكارثة اكبر مصيبة اكبر سيد سرمت شنو رأيك حضرتك وين عمليات التفتيش اللي كانوا يضحكون بيه احنا علينا على المواطنة ما هو بين الفينة والاخرى تخرج وزارة الداخلية تقول لك عمليات تفتيش في المناطق الجنوبين حتى نورك اذا اذكر حضرتك سيسمت المشروع التي اطلقتها وزارة الداخلية عن طريق السيد رئيس الوزارة المتعلق بشراء الاسلحة شنو فايته ست ستميات هذا الموضوع اولا هذا رح يمثل يجوز عشرة بالمية من سحب السلاح الدولة لا تطلب السلاح من المواطن الدولة تسحب السلاح من المواطن اليوم انت مواطن احنا الدولة مسؤولين عن حمايتك ما ينطق المواطن السلاحه شتسوي شرطة مسؤول عني اسحببن عنده بالقانون اكو قانون للاسلحة اشتركوا في القناة